السائل عبد الله من الجزائر له مجموعة من الأسئلة يقول أسأل عن حكم أداء الأذكار بعد الصلوات المكتوبة بصفة دائمة هل يعتبر الاستمرار في الأذكار بدعة؟ لا سنة الاتيام بالأذكار المشروعة بعد الفريضة سنة يحافظ عليها المسلم لأنال الأجر والخواب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم إلى قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وتماهبت في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الأذكار التي تقال بعد صلاة الفريضة يحافظ عليها المسلم